رجل بعيد خارج على إمام زمانه كان ينبغي حسب الظواهر أن يكون مخلد في نار جهنم ولكن هذا الرجل في لحظات ارتبط بالإمام الحسين صلوات الله عليه وإذا به يتحول إلى رجل نحن جميعا نذهب إلى قبره ونقول له بأبي أنت وأمي الحر هل ذهبتم إلى قبر الحر أو لا إذا رحتوا إلى قبر الحر الشباب الذين لم يذهبوا ما يتأمل هذا الرجل الذي ربما كان كتب عليه أن يكون مخلد في نار جهنم ارتباط لحظات أو دقائق بسيد الشهداء رفعه من ذلك الحظيظ إلى مقام بأبي أنت وأمي كلما الرابط تكون أكثر القرب إلى الله المقام عند الله يكون أكثر